فرقتين يلعبوا مع بعض يعني فرقتين في الأهل يلعبوا مع بعض وبص شوف كواليتي اللعيبة اللي ممكن تبقى موجودة كأوراق ربح لو حطينا الشناوي قدامه علي لطفي لو حطينا عبد المنعم مع ربيعة متولي مع ياسر إبراهيم لو حطينا في ناحية الشمال علي معلول في ناحية الشمال أيمن أشرف لو حطينا محمد هاني في ناحية اليمين أكرم توفيه في قلب الملعب نحط مثلا حمدي فتحي مع أو خلينا نحط في الجنب اليمين هاني وكريم فؤاد بصراحة كريم يستاهل نحط في قلب الملعب أكرم توفيه مع أليو ديانج ونحط من ناحية تانية حمدي فتحي مع السلية نحط قدام لتنين دول محمد مجدي أفشا ونحط قدام لتنين دول برونو سافيو نحط في ناحية الشمال جناح الشمال أحمد عبدالقادر وفي الجناح اليمين محمود عبد المنعم كهربا ونحط في القلب مثلا نور محمد شريف ناحية تانية نحط حسين الشحات ونحط طهر محمد طهر ونحط في القلب مثلا حسن حسن وعندنا شدي حسين عندنا محمد محمود عندنا عمار حمدي عندنا محمد مغربي عندنا محمد أشرف عندنا كوكا عندنا رقفة خليل عندنا أسماء كتير تانية أنا ما قلتهاش عندنا ميدو نبيل يعني أنت بتتكلم وعندنا مصطفى شوبير أنت بتتكلم على أنه سكواد لو عملت لو قدرت تنجح في أنك أنت قبل ما يبتدي الموسم تجيب صفقة أو اتنين واحدة فوق واحدة تحت على أعلى مستوى أنت عندك سكواد حجم المنافسة بس جوة السكواد ده هيطلع من اللعيبة ومن الجيل اللي أنتو شفتوه بيكسر أفريقيا ويدغدغها على كل الفرق اللي لعبنا معهم من الثلاث سنين اللي فاتوا فرقة تانية أنه الأول مرة الفرقة دي رجالة دول ياخدوا راحة من ثلاث سنين راحة سلبية وأول مرة أول مرة من ساعة لما فيلر مشي النادي الأهلي يبقى عنده فترة أعداد أنت آخر مرة شفت فترة أعداد للنادي الأهلي إمتى من كم موسم آخر مرة اللعيبة دي ريحت خدت فترة راحة سلبية كانت إمتى شافت بيتها شافت شمت نفسها فصلت من التفكير ومن الضغط المستمر بطولات ورا بطولات ورا بطولات وضغط جماهيري وضغط إعلامي وسوشال ميديا إمتى فيعني يعني إذا كان لي أن أنا أقول كلمة لحضراتكم نصبر شوية الأهلي ما بيتحركش يعني يعني مع الطيار الأهلي بيتحرك بياخد خطوات دايما محسوبة وأعتقد أنه التدعيمات اللي تمت تمت بشكل جيد جدا كل اللعيبة الحقيقة اللي جات تقدر تراهن عليهم بشكل كبير شادي ورقة كنت أتمنى أنا شخصيا أنها ستيجي بدري شوية عن الموسم ده رونو سافيو كل أنا لسا مش شفتوش في الملعب أنا ما بحكمش على العيبة من الفيديوهات يعني ممكن أي العيبة في مصر أعملك ليه فيديو تلات أربع دقائق تقول ده خليفة ميسي ورونالدو لكن في النهاية ليه الملعب لكن كل الأراء اللي جاية وكل الناس اللي شافت رونو سافيو بتقولك لا ومشها مش موجودة أساساً في الدولة المصري مصطفى ميسي يعني كل الناس بتقولك الولد ده مستقبل الولد ده إمكانيات وحكاية يعني هتتفرجوا عليها ومع المنافسة خد بالك اللي بيجي الأهلي أنت كنت جايب لعيبة كبيرة جداً 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 بقت من أهم من جوم في تاريخ الكرة المصرية جوم الأهلي محدش عرف عنهم حاجة أو مش محدش عرف عنهم حاجة كانوا خامهم مبشرة كان لعيب اسمه لعيب كويس يعني أبو تريكة لما جي من الترسانة للأهلي صفقة تعرضت لانتقادات ده لعيب كبير في السن ده لعيب بطيء في الملعب وقل جمعة لما جي من غزة المحلة قالك مين وقل جمعة ده خد بالك اللعيب لما بيجي نادي الأهلي وبتبقى المنتالة بتاعته يعني جاهزة يقدر يوصل في الأهلي ويعدي في الأهلي المستويات اللي هو جي بيها أو اللي شدت لفتت الأنظار ليه لما اتدخل معهم الشباب الصغير كوكا وبغربي ومحمد أشرف ورافة خليل وابتدي يخش في منافسها مع الكبار على فكرة منهم لعيبها أنا مش عايز أصلم حد فيهم عشان كان مش عايز أقول أسماء بس فيهم اسمين تحديدا أنا أراهن عليهم جدا 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 الموسم ده فيهم اسمين أراهن عليهم جدا الموسم ده لعيبة عندها كرة وعلى فكرة الولاد دول لو ركزوا هيحجزوا مكانهم أساسي في منتخب مصر 26 كس العالم 26 لو وصلنا إن شاء الله كواليتي لعيبة على أعلى مستوى وأتمنى أنه إن شاء الله بعد ما يتقلقوا يتوهجوا وياخدوا الخبرة والتجربة مع الأهلي دورة الأهلي تسمح لهم بالاحتراف الخارجي لأن الأماشا بتاعتهم بتقول أنه هم يلعبوا في أفضل أنديت أوروبا دول صفقتين أنت مش حاطيتهم في الحسابات على فكرة أنت معدي كده على اسمهم كده وخلاص لكن لو رحنا بقى جيبنا مش عارف واحد واثنين وثلاثة واربعة وأنا سألتكم مبارح يعني ما كنت بكلم مع ناس اللي بتتبعني في السادسة وعارفة أن أنا دايما يعني باخد ودي مع حضراتكم وأنا سألتك مبارح طلع لي أربع خمس أسماء في الدوري تقول أنها لو جاءت الأهلي هتصنع الفارق إضافة بتعمل الفرق مع سكواد النادي الأهلي صح بقوي وخصوصا في ظل المغالاة الرهيبة يعني أنت عارف لو لتابع حلقة مبارح نحن كنا نتكلم على أرقام مش موجودة في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الألماني مش بقلكم في بلجيكا وفي النرويج وفي الدنمارك وفي فنلندا أنا أقول لك على الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي والدوري الألماني ونجوم كبيرة على فكرة وفي أندية كبيرة عشان بتقوليش مثلا أنت بتقولي في إنجلترا نادي زي بورنموت مثلا وانا نادي زي شيفل ديونيت لا أنا أتكلم لك على أندية كبيرة ما فيش الأرقام اللي بتطلب بقت النهاردة في اللعيبة المصرية إحنا بنقتل الحقيقة لعبتنا أو الأندية بتقتل فرص لعبتها ونقفل إحنا مش عارفين نصدر لعيبة للخليج مش لأوروبا أنت تلعب عندك اتنين لعيبة وطلعوا لأنه في توتر أو في خلافات أو في مشاكل كانت بينهم وبين إداراتنا دي وده قصة ما تعنيناش لا من قريب ولا من بعيد لكن في النهاية ما كانش فيه طلب قوي على اللعب المصري حتى في أسوأ الخليج فبالتالي كان كويس قوي من نادي الأهلي أن يرفض المغالة دي حطينا عنينا على العيبة حطينا المقابل المادي اللي يتناسب مع مع آليات العرض والطلب هي هو الأهلي مش هيكبر حد على أنه يبقى له لعيب بالتمن هو مش عايزه لكن في النهاية سوء عرضه طلب ولا أنا مش قادر أوفره هنا في مصر بالتمن المناسب أقدر أجيبه من بره بالتمن أفضل بكتير على كل أحوال خلينا نروح لأخبارنا النهاردة زي ما قلنا طبعا تابعينا من كولر كولر ابتدى يشتغل بشكل كبير ويركز على تحفيز أدوار قبل مواجهة الاتحاد المونستيري يوم الحد طلع المونستيري المونستيري